أنا هعدي الناحية الإجرائية دي دكتور محمد خليني أقول إنه تم انتخاب مجلس أو رابطة الممثلين عن رابطة الأندية وحصلت بقى ناحية الرئيس ونائب رئيس والاثنين بتوع مجلس اتحاد الكرة إيه شكل أو إيه الطريقة أو الأسطوب اللي هتدير بيها رابطة الأندية دي مسابقة الدوري الممتاز وإيه الأدوات أو الصلاحيات اللي هتسحب من اتحاد الكرة المصري وتعطى لربطة الأندية عشان تدير سواء بقى فيما يتعلق بنحية تنظيمية سواء متعلق بتطوير أو نحية تقنية سواء يتعلق في حقوق بس حقوق رعاية يعني إزاي هتدير المنظومة هل هيكون لها قرار ولا هيرجع لها اتحاد الكرة كلجنة استشارية أو رابطة يعني بتمثل الأندية لأنه ياخد رأيها في بعض الأمور ممتاز جدا فندم هو بالفعل ماذا بعد تشكيل الرابطة والاستقرار على السبع أعضاء نهاردة إحنا عادينا على الترابيزة في مجلس منتخب ما بين خمسة واثنين اترشحناهم باتحاد الكرة يعني النهاردة مجلس زارة اتحاد الكرة ما بقاش أصبح في استقلال عن الرابطة من أعدي اتنين والاثنين دولت أنا بختارهم بعناية عناية جديدة بيمثلوني أحد الناس المرشحين بقوة أسماء كبيرة اترشحت طبعا اللي هو صارت سويلا كان مدير سابق للاتحاد المهندس خالد زناتي وفيه طبعا اعتذر أستاذ جمال علام رئيس التحاد السابق واعتذر أستاذ خالد لطيف يعني أصل اتحاد الكرة رشح اتنين بلزين لهم ثقل في إدارة الكرة المصرية فإذا النهاردة اتحاد الكرة هيرشح اتنين ممثلين عنه ذات ثقل إداري وبيمثلون بجد وفيه خمسة اجتمعوا إذا هم مجتمعين لصالح الكرة المصرية الأندية رجعت مسافة لورا بدل ما كانت قبل كده لجنة أندية كان اللي بيمثل جوه اللجنة عضو مجلس إدارة النادي النهاردة لأ في اللايحة الجديدة أصبح لابد أن يكون من غير أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة الأندية وما يكونش موظف في أحد الهائتين دول للاتحاد ولا مجلس إدارة النادي ومتالي شخصيات مستقلة الأسمالة حديكم طرحتوها المرشحة عشان تمس إدارة الاتحاد الكرة دي مرشحة من قبل اللجنة السلسية أدوية اللجنة السلسية وده مجرد اقتراحات تم طرحها هيتم انتخابهم دول اللي انتخلوا من ضافه بيكملوا السبعة استقرينا وعادنا على الترابيزة وخلاص هنشتغل أول ما هنشتغل حضرتك اللي هنرد على إجابة السؤال ده بشكل قاطع رقم 6 في المادة 62 يتم مبعد عقد الانتخاب بباشرة دراسة المقترح اللايحة النظام الأساسي لربط الأندية المحترفة وبعد دراستها مباشرة يتم عقد جميع عمومية طريقة للتمنتشر نادي لإقرار الربط إقرار لائحة النظام الأساسي استقرنا على الخلاص الربطة هي دي القانون أو الدستور بتاعنا اللي هنمشي به أعتقد يعني ويوافقني عليه الرأي أنه نحن النهاردة وقفنا على لائحة مقترحة كاملة الأركان 100% مش ناقص بس إلا اعتمادها من الجامعة المميزة في حال اعتمادها بس في حال اعتمادها في خمس أمور هيتم العمل بيهم مباشرة بعد إكرار هذه اللايحة أول حاجة لجنة المسابقات هيكون اختيار رئيس لجنة المسابقات وتحديد دوره وتقييمه السنوي وإبقاؤه من عدمه هتبقى اختصاص أصيل لربط الأندية رقم واحد رقم اتنين إدارة الحقوق المالية والتجارية والتسويقية الخاصة بالأندية وتوزيحها كمان هيكون من خلال عمل مجلس دات الرابطة تمام وده الاتحاد مش هتدخل في هذا الشأن لأنه هيكون حق أصيل لي منحيته بقى اللايحة الاسترشادية اللي تم اعتباتها من اللاجلة أولمبية 2016 2017 يعني تنظيم المسابقة والحقوق المالية والمعارض المالية المرتبطة هيبقى تابع الربط فتح حساب بنكي خاص للربطة تدار من خلاله إدارة الربطة وبتقترح اللايحة الجديدة اللي ان شاء الله هيتم إكرارها أن يكون فيه 2% من عوائد دخول الدوري المصري الـ 2% دول هيتم خروج أجور لأعضاء اللاجلة وأجور الهكة التنفيذي من أول مدير التنفيذي والاستف اللي معاه تمام من ضمن الحاجات أيضا المأمولة في اللاجلة أنها بتدير مسابقة القسم الأول الدوري الممتاز بالشكل المعهود الروتيني اللي هو بيقوم به المدير التنفيذي للاتحاد يعني النهاردة فيما يتعلق بالملاعب وتأمينها واختيار المراقب المباراة والشغل التنفيذي الخاص بالمسابقة من إيتوزيد هيكون دور أصيل للمدير التنفيذي للربط وبالتالي كل ده مش هيخرج للنور إلا لما يتم عقد اجتماع للجامعة الأمومية للـ 18 نادي لإكرار اللايحة بعد ترجمة نانسي قنقر